مرحبا بكم في هذا الموعد كالعادة فيما يخص سلجوا مع الغيم مع المطر مع التولوج اللي عرفتها بلدنا رح نروحوا بالعقل بالعقل لتحسوا لأن هذا الضغط سيرتفع على شمال إفريقيا وعلى بلدنا هو اللي يخلي باشي الحالي بدي يتسجم نشوفوا كيف الشرح يكون غدوة الصباح إن شاء الله اللي يبكروا عموما يلقى تقسموه تقلب على الأقصى شمال شرق الجزائري تبقى بعد القطرة على الأمطار تسقط على وليت مسكي قدعنا بطرف سوق أحراس قيل ما كذلك احتمال بعد القطرة على الأمطار على هذه المنطقة على الضبابة على اللوي الساحل الوسطى وأيضا الغربية وبعد صحوب السوف لها الجنوب الغربي هنا ننتظره هو يوم تلتحق بين الجنوب الغربي تقيس وليت تندوف وتقيس حتى وليت أضرار غرب وليت أضرار بيرعود مع احتمال بعد القطرة على الأمطار اللويات تندوف وأيضا على السحر التنزروفت حتى جنوب منطقة صورة وأيضا سما ملبدة على الهوغر وأيضا منطقة تمرسة واقص الجنوب هذا قاعد يطلعين من الجنوب وأيضا يكون ريح شوية وتزاوبة رملية تنشط على هذه المنطقة اللي تكون فيها السحابات نجوز للظاهرة الظاهرة الوضعية تبقى هي هي على الجنوب الغربي وأيضا على السحر الوسطى حتى جنوب الصورة مع احتمال رعود منعزلة سدي زورة جيزولة معاق بعد القطرة على الأمطار وتقدر تكون ريح قوية تحت شعوب الرعادية هذه هي اللي تخلي الرؤية ضعيفة ببعض الحياة هنود رملية هنود مع الرحلي يكون قوي على منطقة السحرة الثاني زروفة أقصى الجنوب منطقة الصورة وعلاد السحرة الوسطى بينما على الشمال عموما يكون لحال شباب على الغرب وأيضا على الوسطى وعلى الهضب العليا بيستثناء دائما ولاية طرف ولاية عنابة ولاية سوق هرس وحتى ولاية غانوية تقدر تكون بعد القطرة على الأمطار وسطح تروح بالعقل بالعقل للتحسن إن شاء الله وصف بيهم شمر السحرة وأيضا منطقات التعصير نجوزوا لدرجة الحرارة ما بين ربعة وخمسة احتل ست درجات تقدر تلحق الخاصة من جاة آفلو ومن جاة الإدريسية ومن جاة الشرف بولاية الجلفة وهذا رجع ليسا ما لتكون صافية مع البرودة ربعة درجات وخمسة نصيبوها في البيض ربعة نصيبوها من جاة السطيف ثلاثة ربعة درجات كذلك نصيبوها في مدن الأوراسكا باتنا بريكا وخنشلات بسا كذلك المدن الداخلية بين ربعة إلى خمس درجات طمرة ست جانة ستة إلى سبعة درجات تقسى الجنوب تناشين درجات من تليلي سبعة درجات بولاية غردايا والنعامة كذلك واحد ست درجات اما في مخوستين دوف عشرة ونختموها بعينها من ستسعة درجات نجوزوا الظاهرة الظاهرة مع السميشة اللي تكون إن شاء الله ننتظروا حتى الستاشين درجات على وهران واربعة وعشرين درجات على أقسى الجنوب كاتين وين واتين زواطين تنين وعشرين بيطة مارسات سبعة ثمينية على الهضب العرية سبعتاش على الخطر اللي يربط منطقة بشار غردية وورقلة وأيضا الواد ومنطقة توقورت وضائرة حاسم شعود بسكرة ستة إلى سبعة درجات ما فيما يخص صحر الوسطى تنين وعشرين درجات إلى تلاتة وعشرين درجات ميعوية جزء الملحة والصيد البحري بقريقة شوية يخدم على كل حلسة وحل الغربية الريحي واللي شمالي شرقي نوريس تلاتين كيلو متسعة من تنس لمرسط بن مهدي من تنس حتى لدلس شمالي شرقي كذلك تلاتين كيلو متسعة ومن دلس العوانات شمالي شرقي إلى شمالي غربي وشمالي غربي من العوانة حتى للقالة تلاتين كيلو متسعة ما زل فيه تم وجهة مجال وصحنا الحل الريح نقص إن شاء الله واليامات لهم جايين رح يتهدن بالعق البحار إن شاء الله الرؤية تكون راضيقة في بعد الأحيان في اللارش كذلك 40 و50 كيلو متس وست ساردين الرؤية تكون ضعيفة على السواحي الغربية وايضا الوسطى والشرقية نجزوا لهذا المنطقة عين الدالية في منطقة تاغست عين الدالية هذا هو سد عين الدالية بولاية سوق هراس بما هوش بعيد على تاغست 7 كيلو متس هذا هذا السد هذا يرفض تقريب 60 مليون متر مكعب تا المياه وهذا المياه هذي هي اللي تمول المياه صالحة للشرب خاصة ولاية تبسة وولاية أم البواقي منطقة المشروحة منطقة الونزة منطقة العوانات العوانات منطقة صدراتها كذلك بالمياه الصالحة للشرب هذا هو شو ذاك المنظر الجميل على الأمطار اللي صبت اليامات اللي فاتوا إن شاء الله يكون المستوى تعسد هذا مقبول باش إن شاء الله هذا باش الصيف لي وجهي يكون المياه على هذه المنطقة المحبوبة علينا منطقة ولاية سوق هراس سوق هراس نعود نولو العاصمة غدوا إن شاء الله لتنين تسعة في براير 2015 شرق وغروب السم شو هذي العنوان في خدمتكم رباش فيسبوك تسيبوك وقلوا ما يخص البيئة والجوم ما بقى لي غرقو لكم الله يدون قسطكم